هو أول اتفاق تعقده حكومة طالبان بعد سيطرتها على البلاد اتفاق تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي بين حكومة طالبان ومجموعة مشتركة للشركات التركية والقطرية سلطات هيئة الطيران المدنية في حكومة طالبان أكدت الاتفاق على أن يتم بحث تفاصيله في الأيام المقبلة وصل وفد تقني مشترك من تركيا وقطر إلى كابل مباحثاتنا معهم تركزت على اتفاق مبدئي حول تشغيل خمسة مطارات أفغانية وتم التوافق على أن الفرق الفنية ستواصل المزيد من النقاش حول الموضوع كثيرا ما ترددت طالبان في الإعلان عن اتفاقها بشأن مسؤولية نقل الخدمات التقنية والأمنية إلى الجهة الأجنبية في مطار حامد كرزاي الدولي المنفذ الأفغاني الوحيد على العالم الخارجي لكن الضغوط المحلية والدولية المتمثلة في قيود الطيران المفروضة على البلاد أجبرتها على اتخاذ الخطوة التي قد تضع حدا لمعاناة الأفغان الراغبين في السفر منذ أربعة أشهر توقف هذا القطاع بشكل كامل الأفغان كانوا مثل معتقالين داخل بلادهم مع هذا الاتفاق سيتم استئناف رحلات التجارية ويتحرك النشاط التجاري والاقتصادي كثيرون عالقون في أفغانستان أولئك العاملون مع المصالح الأجنبية إضافة إلى أن الناس العاديين لا يمكنهم مغادرة البلاد ومع هذه القطوة ستنتهي معاناة الذين ينون السفر تفاصيل الاتفاق لا تزال محل بحث بين الوفد التركي القطري المشترك الموجود في كابل منذ يومين وسلطات هيئة الطيران المدنية الأفغانية لكن المصادر أشارت إلى أنه يعطي الشركات التركية والقطرية مسؤولية توفير الخدمات التقنية والموجستية في خمسة مطارات مدنية أفغانية سفة الله صافي الحرة